الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء الأعزاء في هذه الحصة الجديدة والتي تعلقنا بالدرس الخامس مكون الجغرافية القسم الثالث ابتدائي المرجع الجديد في الاجتماعيات المميزات الطبيعية لوطني السهول والأحواض المائية إذن اليوم سنتعرف على المميزات الطبيعية للمغرب من حيث سهول الأحواض المائية إذن التعرف على المميزات الطبيعية للمغرب من حيث السهول والأحواض المائية أمهد لتعلماتي يشكل السهول والأحواض المائية مؤهلات طبيعية للتنمية الاقتصادية والجماعية والبيئية ما معنى المؤهلات الطبيعية؟ سنتعرف ما معنى المؤهلات الطبيعية ثم ما معنى الحوض المائي وما أهم الأحواض المائية بالمغرب وما دور الأحوال المائية والسهول في التنمية نعم في التنمية إذن هنا نبدأ بالنشاط الأول أتعرف معنا المؤهلات الطبيعية تعرفت سابقا تنوع تداريس ومناخ المغرب وأهمية ثروته النباتية طبعا والحيوانية كلها معطيات تشكل مؤهلات طبيعية يستغل الإنسان ويرعى توازنها لتحقيق عيشه الكريم وتنمياته المستدامة أستحضر هذه التعلمات وأستعين بالمشاهد الآتية وأدموا هذا الجدول على التسري نعم عندنا المشهد الأول طبعا هنا سهول كذلك هنا عندنا طبعا هضاب وعندنا طبعا جبال هذا جبال إذن فأشكال سطح هنا جبال ويكون سهول ويكون ثانية طبعا هي هضاب طبعا باطن الأرض في باطن الأرض كمجموعة من المعادن نعم عندنا هنا مجموعة من المعادن الجلال ما الغنيزيوم الأليمينيوم النحاس الفضاء فهذه معادن طبعا في باطن الأرض التربة طبعا فالتربة غنية صالحة للزراعة لاحظة أن التربة تكون غالبا صالحة للزراعة سنرى ذلك النادد لون البني سترون الإجابة إن شاء الله أتعرف مؤهلاته من حيث المناخ المناخ إذن عندما نقول عناصر المناخ فلا تحدث عن التساقطات عن الحرارة عن الرياح وكذلك عن الرطوبة التروة المائية فالتروة المائية عندنا مياه سطحية التي تكون أصل الأرض ثم عندنا مياه جوفية يعني فرشات باطنية مياه جوفية استعمالتها سدود سقي تدبير سنرى هذه الإجابة لدينا مكتوبة إذن هنا طبعا ها هي بالنسبة التمنى له سؤاله الجبال سهول هداب أنهار ووديان والباطل كان معادل الفصفات النحاس الرصاص المغني الزنك الفضاخ كان معادل مجدف مضيب والتربة غنية وصالحة للزراعة من حيث المناخ قلنا تعرفوا أهلاتي من حيث المناخ عندنا التساقطات الحرارة الرياح الرطوبة والثروة المائية عندنا مياه سطحيات تدعوص العرض ومياه جوفية أي باطنية ثم عندنا تولوج استعمالتها نستعملها في البيت المياه طبعا للشرب الشرب غسيل ثم التنظيف نعم ثم في الصناعات والطاقة الكهربائية إنتاج الطاقة الكهربائية لإعداد المنتجات تبريد صناعة السكر في الفلاحة طبعا السقي إذن هذه مجالات والاستعمالات هنا نعم نعود إلى هنا قلونا أتعرف أعتدرت أتعرف ثالثة مؤهلاته تروته النباتي الحيوانية إذن الغطاء النباتي وجود غابات مراعي أشجار حضائق طبعا ثم الطيور كنا تديات وتديات كنا مجموعة المعيز البقار الأغنام دواجين وهناك طبعا التوازل البيئي هنا عناصر متكافئة الأهمية سنرى ذلك إجابة أتعرف أهلات سواحله يعني عندنا التروة السمكية بيئة بحرية يعني مناسبة وجود الطحال ثم هناك التنوع في التروة السمكية وفي المبادلات كنا السيراد كنا التصدير التصدير التنمية الصناعية مواقع تجهيزات طبعا كنا موانئ بحل الجهيز بحل الموانئ الترفي كنا السياحة كنا محطات الاستياف كنا الشواطئ إذن سنرى هاتش اللي قلنا ذبو الثالثة هي هذي قلنا من حيث التروة النباتية الحيوانية كنا غابات مراعي أحراش حضائق وكنا الطيور كنا تدييات دواجين البرمائيات وهنا التوازن البيئي عندنا عناصر متكافئة الأهمية مؤهلات سواحله قلنا بيئة بحرية غنية يعني تنوع عندنا امتداد ساحلين الصيد البحري عندنا الصيد الساحلي وعندنا الصيد البحار وقلنا في المبادلات كنا الصيراد والتصدير وكنا في التنمية الصناعية مواقع تجهيزات موانئ كنا خذمات وبنسبة الترفيه سياحة وتنوع الأنشرة السياحية عندنا الشواطئ وعندنا محطات الاستياف صدنا رأى السؤال نعم أسوق تعريف المؤهلات الطبيعية وأسجله على دفتار مؤهلات الطبيعية ثم أستج دور هذه المؤهلات في تنمية الاقتصاد والمجتمع إذا المؤهلات الطبيعية طبعا كما ترونها هي يشمل مفهوم مؤهلات طبيعية كل معطيات من تضاريس مناخ ثروان نباتية حيوانية غطاء نباتي التي يستغلها الإنسان ويرعى توازنها لتحقيق أي شيء الكريم إذن هي جميل المؤهلات من تداريس مناخ خطر نباتية وحيوانية وغطاء نباتي إذن هنا دور هذه المؤهلات في تنمية القصاد والمجتمع البيان توضيف هذه المؤهلات في تنمية القصاد الصناعة إذن المؤهلات طبيعية بحل الشواطئ بحل نمضفوها في تنمية قطع السياحة جاء قطع الصناعة أكثر حيوية هذه المؤهلات مما يتيح لنا جلب العلم الصعبة يوفر لنا الشغل فور الشغل وبالتالي تقليص عدد البطارة إذن تم اعتماد الفلاحة بالسقي فهذه المؤهلات طيبية في الوجود هذه الأحواد المائية تمكننا أن تعتمد الفلاحة على السقي طبعا التوازن البيئي نمر إلى النشاط الثاني أتعرف معنا الحوض المائي وأتعذي أهم الأحواد المائية بالمغرب إذن أهم الأحواد المائية بالمغرب للسهل سطح منبسط وأودية غير عميقة أرصد امتداد على الخريطة إذن كنت السهلة السهلة والذي أخضر وهذا يحد غرب المحيط الأطلنطي هنا الفوق الشامل الأطلس كبير جنوب الأطلس السغي هذا ما يحد يعني تخوم الحدود وطبعا هو عبارة عن أراضي منبسطة نعم صالحة للفلاحة أرصد المجال الذي يمتد عبره مجرى وديسوس وروافد ومعبر عنه بحوض مائي إذن المجال الذي يمتد عبره مجرى وديسوس وديسوس وهذا وهذا نعم هذا هو الحوض طبعا مائي الذي يسميه حوض سوس أرصده المجال الذي يمتد فيه سنرى ذلك هاوما بالنسبة المجال الذي يمتد عبره مجرى وديسوس ورافضه ينبع من سلسلة جبال الأطلس الكبير هناك ينبع يعني في الشمال ومن جلسة جبال الأطلس صغير وطبعا شرق جنوبا وشرقا نعم ينبع مثل جبال الأطلس كابير من جهة الشمال ومن سلسلة جبال الأطلس صغير من جهتي الشرق ما هنا ومن الجنوب نعم من جهتي الشرق والجنوب ويصب في المحيط الأطلنتي إذن يصب فيه في المحيط الأطلنتي نعم قال لك هنا أسوقه تعريفا للحوض المائي بأسلوب خاص ها وعدنا واحد تعريف لرناه تعريف الحوض المائي منطقة امتداد النار وروافده أو هو مجال امتداد السيول والمجال المائي الصغرى والكبرى يعني تل أنهار والفرشات المائية الباطنية إذن فهذا هو الحوض فطبعا الحوض هو مجال امتداد السيول والمجال المائية الصغرى الكبرى والفرشات المائية الباطنية إذن فهو منطقة امتداد النهر وعد امتداد ديالو الروافد ديالو أهم الأحواض المائية المغرب أرصدوا عدد الأحواض المائية تصبوا كليا أو جزئيا في البحر المتوسط ومحن الأطلنسي طبعا نكتب نشه نرى هنا إذن هنا أهم الأحواض هي هذه ها هما الأحواض كاللوكوس طبعا معطيت بعض الأحواض المائية كالملوية كالسبوء أم رابع أبيرقرق تنسيفت سوسو ربنا نشوف الخارطة هما هذا ها هما الأبيرقرق سبو لوكوس ملوية تنسيفت سوسو هما الأحواض هما الأحواض أي أحواض مائية المفتاح أحواض مائية هما هذا نرصدناهم طبعا هنا في 2010 كانت 1360 بالنسبة اللوكوس ولكن نصيب الفرد 1130 إذن تناقص هناك نصيب الفرد 720 في ملوية السبو تنسيفت 708 إذن هناك تناقص إذن هذه طبعا رص تطور كمية المياه التي يوفرها كل حوض للفرد الواحد خلال ما بين سنة 2020 و2010 ها التنسيف تنسيفت في 2010 لكل فرد 300 قبضة 206 إذن هناك تناقص وقارن كمية المياه المتوفرة في كل حوض بين 2010 و2012 وماذا نعم 2010 و2012 إذن هناك تناقص كبير في كمية الفرد مثلا اللوكوس كانت حسات الفرد 1130 ولات 1130 إذن هناك انخفاض وتناقص ها ما الأجوبة عدنا على أرسل على الأحواد عدنا في البحر العبيد السوي السيد عدنا ملوية ها هي ها هي ملوية والمحيط الأطلنطي عدنا سبو عدنا لوكوس عدنا 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 السوس كلهم طبعا في محيط الأطلنطي إذن ها هما كينا طبعا التي تصبو كليا أو جزئيا في البحر العبيد متوسق أو محيط الأطلنطي بالنسبة للمحيط الأطلنطي كينا لوكوس بو عدنا 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 بين كمية الماء دلي هنا كمية الماء بين طبعا 2010 و2020 فهنا هنا تناقص إذن هاي كسبنا لها مقارنة كمية الماء المتوفرة في كل حوض بين 2010 و2020 نلاحظ تناقص أو انخفاض شديد في كمية الماء للفرد الواحد لهذا ينبغي ترشيد تسعمال الماء سواء في التسعمالات اليومية في منزل وكذلك ترشيد السقي وفي كل الاستعمالات نعم دب هنا سنرى المياه السطحية والجوفية بالأحواض المائية أرص ضمن الوثيقة ربعا المياه السطحية والجوفية لاحظوا جيدا فهذه هنا مياه جوفية في الحوض وهذه مياه طبعا سطحية ها هو الجريان السطحي وهنا الجريان جوفي إذن هذا هو السنت طبعا جوفي هو طبعا قال لك فتغالبا كتكون من الأمطار تساقطات وطبعا كتكون كذلك من ترهج إذن هنا أستنتج أعطى الجفاف على كميتها طبعا عند حدوث الجفاف تنخفض كمية المياه سواء الجوفية أو المياه السطحية تقيل وتنقص وبين كيف يتم تجميع هذه المياه في وطقة 5 إذن وطقة 5 لتجميع هذه المياه وعدم ضياعية ننشئ سد فالسد دوره مهم فهو يعني خزان للمياه السطحية وأراح الوطقة السهال الوطقة السهية هذه عندنا خطارة لجلب المياه الجوفية هذه كانت استعمال قديما في عد مرابعتين خطارة لجلب المياه الجوفية هنا هالفرسة المائية الباطنية كيف يجلبها كيف يستعمل سيرداب لجلب المياه الجوفية طبعا هناك تم استقبل المياه الجوفية على حول سطحي وهناك يدرون آبار لتوهية والصيانة يدرون مجموم الآبار للتهوية والصيانة إذن قل لك أراح دوره واتقصة وأصف طريقة تقليدية تستعمل لإستغلال المياه الجوفية هي هذه طريقة طريقة خطارة لجلب المياه الجوفية هالطريقة هالمياه الجوفية الفرشة المائية الجوفية هناك يستعمل واحد سرداب لجلب المياه الجوفية طبعا يتم استقبال في حول السطحي وهناك ندر آبار لتهوية والصيانة التهوية والصيانة نعم هنا النشاط الثالث هنا قالوا لنا أستنتج دور الأحواض المائية والسهول في التنمية نعم باش نتعرف ولا معنى التنمية بصفة عامة أعبره قبل أن أعبره نعرف شنوية كاتبنا إذن تدل التنمية على التحسين الشامي لظروف حياة السكان فهي تعني بشؤون الاقتصادية تحسين الدخل الفردي والجماعي ثم الشؤون التقافية ثم الجماعية تطوير المؤسسات والقيم الإنسانية وكذلك البيئية فهنا قالوا أعطينا معنى التنمية تحسين ظروف حياة السكان في جميع المجالات الاقتصادية والجماعية والتقافية والبيئية إذن تعدي هذا هو تحسين ظروف حياة السكان في المجال الاقتصادي والتقافي والجماعي وكذلك البيئي أرصوا هذه معطايا تدابير تاخذها الدولة من أجل استخدام تدابير نظرا لأهمية الموالد المائية وما تستلب من عناية علمية وترشيد عملي وتنظيم قانوني أنشأت الدولة مؤسسات تنموية مثل وكالة أحواض المائية ما معنى ذلك لكل حوض المائي وكالة تدبره وتسيره إذن أرصوا من هذه المعطايا تدابير تتخذها الدولة إذن عناية علمية ترشيد عملي وتنظيم قانوني هناك ترشيد عملي وتنظيم قانوني أنشأت دولة مؤسسات تنموية إذن إنشاء مؤسسات تنموية بحل وكالة الأحواض المائية مثل وكالة الأحواض المائية إذن هذه التدابير التي أخذتها أسمي اعتمد الوثيقاج بالنشاط السابق وكالة أحواض المائية إذا رجعنا الوثيقاج طبعا هالوثيقاج ربما هي هذه هي هذه إذن هالأحواض وكالة سبو وكالة لوكوس وكالة ملوية وكالة أبي القرق وكالة أم الرابع وكالة تنسيف وكالة سوس إذن وكالة لكل حوض مائي نظرناهم طبعا تلعب الأحواض المائية دورا رافعة طبعا تنموية بإسهام ثلاث هيئات رئيسية أبرز بعض اختصاصاتها متبما لجدوال آتي على ديساري إذن دور وكالة الحوض المائي ترشيد والاستعمال هذا نعم سنرى إجابة هنا حسن إذن دور وكالة الحوض المائي وترشيد استعمال الماء سيانته تقنية توزيعه ودور وزارة الفلاحات هي ترشيد استعمال تخصيص غلاب مالي الإصلاح السدود أو بناءها دور الإدارة المكلفة المياه ترشيد استعمال الماء طبعا محاربة التصحور وطبعا وهناك شيء أخرى هنا مؤهلات سهول وضروف التنمية أصفوا انبيصات السهل وما يتيح إمكانيات استعمال معدات السقل ومكينة العمل إذن أصفوا انبيصات فالسهل عبارة أراضي منبسيطة جدا تتيح إمكانيات استعمال طبعا آلات حديثة للمكننا طبعا للسقي ها سنرى الإجابة دينا أصفوا خصوة بالتربة من خلال لونها ولون مغروساتها إذن التربة فنلاحظ لون دينا أسود وبني والمغروسات نلاحظها خضراء مما يدل على أن التربة فهي غنية وصالحة للزراعة وخصبة أصفوا هندسة الحقول وانتدامه وقبيليتها لبرمجة لإستغلال حسب طلبات السوق إذن هندسة الحقول فطبعا تأخذ أشكال هندسية بحل مرباء المستطيل مما يدل على أن الأراضي مبسا جدا ومما يجعلها طبعا قابلة للبرمجة لإستغلال حسب طلبات السوق أصفوا وفرة المياه وأبين علاقتها بالحوض المائي إذن سنرى هذا نشوفوا الإجابة دينا هنا السهول عبارة الأراضي من بسيطة مما يتحق إمكانية استعمال معدات والسقل ومكانة الأمل لون التربة يبدو أسود أو بنين مما يدل على أن هذه التربة خصبة وصالحة لإزراء إذن تتمييز وصف الحقول بأشكال هندسية بحل مستطيلات مربعات مما يجعلها قابلة لاستغلال حسب طلبات أو طلبات السوق وفرة المياه تجعل المنتج وفير في الحوض مائي لأوضور أساسي حيث أن المكان الذي تجمع فيه مياه الأنهار ومياه الأمضاء فطبعا يمكن استغلالها في إنتاج طبعا الإنتاجات هنا قالوا أنه يقتلي ترشيد سقي تفادي هضر الماء يعني الإفراض زيادة تبخل تحرارات تصرب دون استفاد مغروف سات إذا شوفوا الوثيقة إثنان إحدى تقنيات السقي العصري طبعا طريقة حديثة طبعا للحصول على منتوج زراعي جيد استنتج ما درسي ترشيد السقي حساب من خلال وثيقة جوج فهي تقنية حديثة تمكن من عدم ضياع الماء وطبعا سقي النباتات دون طبعا دون تصرب المياه وعدم استفادة المغروف المغروف أصفوا جودة الماشية والعناية التي تحضبها هنا نلاحظوا الماشيات تميز طبعا هنا كنا السمنة كنا جودة جودة في الإنتاج وطريقة العناية طريقة جيدة وطبعا منتظمة أرصد نبات يستخرج من زيت المائدة النبات التي تخرج من زيت 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 نوار شمس أو عبات شمس زيت المائدة أرصد مظاهر جودة الإنتاج وأبين علاقة ذلك بالبحث الزراعي والبيطاري في مجرح إذن علاقات مظاهر فكر جل مظاهر هذا هو هناك تنوع في المنتوجات ثم هناك الجودة في المنتوجات كما ترون هناك من الجودة هنا قالوا أن أشرح معنى الإنتاج والتسويق قاطرة للإنتاج الإنتاج والتسويق قاطرة للتنمية قاطرة للتنمية نعم عندما نقول الإنتاج فينبغي أن يكون خفاة تكاليف الإنتاج ويكون الإنتاج طبعا ضخم ويحتاج إلى التسويق يعني الإعلانات التي تسهمه في توضيح طبعا طبيعة المضائع وصياغ هناك تسويق سياغ تساهمه في ترويج المنتوج طبعا ما تفكر سأضعه إن شاء الله في علمة الوصف عما قريب